ويوعد سد إنه رجال السياسة يكذبون وكلما كذب أو كذب رجل السياسة كلما كان ماهرا على الإطلاق كلما كان صادقا وكلما كان نبيلا كلما وفقه الله والواعي قضية الواعيها الأهم عندما يكون المرء منا واعيا بقضايا فاهما متفاهما كيسا فاطنا هذا هو المعيار الأساسي أما المتجرة بالدين فهي قصة قديمة هؤلاء الذين يتاجرون بالدين منذ أن رفع هؤلاء المصحف على أسنة الرماح كان هذا إدانا ببدء مرحلة مرحلة جديدة هذه المرحلة هي المتجرة بالدين الذين يستخدمون المصحف لدغدغة مشاعر الجماهير والذين يستخدمون آيات الله في غير موضعها ليحظوا باستصفيق وآهات الجماهير والذين يستخدمون الأحاديث النبوية في غير موضعها والذين يضعون ويحدثون في الدين ما ليث فيه كل هؤلاء أهل الباطل أو أهل باطل أو أهل الشر أو أهل شر من هؤلاء أتحدث والله مطلع على ما أقول هؤلاء الذين يتاجرون بالدين هناك بؤرتين صديضيتين في هذه الكرة الأرضية يستخدمون الدين وآياته من أجل تحقيق مصالح ذاتية ضيقة بعضها سياسي وبعضها غير ذلك أقصد تحديدا تركيا وقطر فتركيا يحكمها رجل فقد جزء كبير من عقله لكنه فقد كل مرؤته فقد جزء كبير من كياسته لكنه فقد كل شرفه لأنه يتحدث باسم الله وباسم رسول الله لكنه لا يمارس عملا من أعمال رسول الله هذا الرجل الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين ونصب نفسه أميرا للمؤمنين هذا الرجل الذي يستخدم بعض آيات الله وبعض أقوال رسول الله في غير موضعها هذا الرجل سارق مارق كاذب كذوب فاسد مفسد يقول ما لا يفعل هذا الرجل الذي بدأ في إشعال معركة ربما بيستخدم الدين بمهارة لخدمة أغراض سياسية يصنع رأس مال ديني من أجل استخدامه في معاركه السياسية هذا الرجل لديه مشاكل داخلية أراد أن يخرج من هذه المشاكل الداخلية فأشعل فتنة نحن جميعا خطاب الدولة المصرية ولا أخار خطاب واضح في النور والعالم خطاب هذا الرجل خطاب يحض على كثير من الشكوك عندما اشتعلت الأزمة الداخلية والأزمة التي يعيها أزمة اقتصادية بامتياز تركيا تعاني من أزمة جوع أزمة فقر لا توجد في بيوت الناس أرغفة يسدون بها رمقهم ما يجري في تركيا الآن هو إشعال حرب باسم الدين ليسكت أصوات الجائعين داخل تركيا أقول بأن أردغان حينما رفع لواء قاطع المنتجات الفرنسية غيرة على رسول الله لم تكن غيرة على رسول الله ورسول الله لم تكن غيرة على رسول الله لأنها كانت فقط من أجل تشتيت انتباه المواطن تركي الغاضب محاولة الحصول على كعكة الصادرات والواردات والاقتصاد والتجارة كبديل لفرنسا مع الدول العربية والدول الإسلامية أردغان حينما تحدث وقال وأعلن قاطع البضاء الفرنسية كان هناك من يراقب كان هناك من يتابع أن هذا الرجل كاذبا أن هذا الرجل كذوب أن هذا الرجل يقول ما لا يفعل ترجمة نانسي قنقر